رسالة ملكية بمضام واضحة وقوية تحمل في طياتها قراءة للراهن والمستقبل في القارة الصمرة تلاها رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أمام المشاركين في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة تحدثت الرسالة الملكية عن النموذج التنموي الجديد لجهة الصحراء الطامح إلى تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتلاقي بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء نموذج ينبثق من رؤية سياسية طاموحة قائمة على جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية التي تعتمد الجهوية المتقدمة ركزة لها تقول الرسالة الملكية يهدف المغرب إلى دعم جهود البلدان الإفريقية الشقيقة من أجل بناء اقتصادات قوية من خلال نقل الخبرات وتكوين الموارد البشرية والاستثمار في المجالات الحيوية للاقتصاد وحجد الموارد وبعد أن عرجت على المؤهلات المختلفة والمتعددة للقارة الإفريقية مشيرة إلى أن نسبة نمو الاقتصاد في إفريقيا هي الأعلى منذ سنة 2000 بينما ارتفع حجم مبادلات القارة التجارية مع بقية العالم بأكثر من 200% خلال نفس الفترة أكدت الرسالة الملكية أنه لا بد لإفريقيا أن تتحرر بصفة نهائية من قيود الفترة الاستعمارية وأن تنظر بكل عزم نحو المستقبل فإفريقيا في مرحلة مفصلية من تاريخها وتحتاج لوضع استراتيجيات وأدوات وآليات مبتكرة لدعم مسيرتها نحو التقدم وفي هذا السياق جددت الرسالة البلكية تأكيد على أن السياسة الإفريقية للمغرب ترتكز على مقاربة جمولية مندمجة وإدماجية إن السياسة الإفريقية للمغرب ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة وإدماجية ترمي إلى النهوض بالسلم والاستقرار وتشجيع التنمية البشرية المستدامة والصيانة الهوية التقافية والروحية للسكان في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا في إطار آخر وبالنظر للأهمية التي تكتسيها التكتلات شبه الإقليمية فإن المغرب حسب مضمون الرسالة الملكية ما فاتئ يدعو إلى إحياء اتحاد المغرب العربي ويتطلع بدور جدي فعال ضمن تجمع دول الساحل والصحراء الذي سيعقد قمته القادمة بالمغرب إلى شانب مواصلة مصار تقاربه المثمر مع العديد من المنظمات الإقليمية في كل من غرب ووسط إفريقيا